السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكو عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه? يا رب اكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نحل مشكلة اه تسجيل الدخول على واتساب ويب باستخدام رقم الهاتف. طبعا في ناس كتيرة بتيجي تعمل تسجيل دخول على واتساب ويب باستخدام رقم الهاتف. فبيقول لها ان الهاتف بتاع الكليفون غير صحيح. لو حضرتك حبيب تعرف انحل المشكلة دي مع بعض ازاي تابع معي الفيديو للنهاية. طيب انحل المشكلة دي ازاي كل احنا نعمله ونفتح المتصفح الخاص بنا. تمام? ونيجي في خانة البحث بتاع المتصفح. نكتب كلمة واتساب ويب. وندغط انتر. تمام? وبعد كده نختار اول خيار اللي هو واتساب ويب. تمام? كده يفتح معانا في صفحة تانية. هننتظر طبعا لحديث ما الصفحة تحمل معانا. تمام? لحظات بسيطة. زي ما حدراك شايف كده تفتح معانا صفحة الواتساب. هو بيقول لي طبعا اه ممكن الربط برقم الهاتف. تمام? فانا لو انا حاولت ان انا اعمل عملية ربط برقم الهاتف. تمام? كده هيطلب مني ان انا ادخل رقم الهاتف بتاعي. طبعا اختار البلد. الاول. آآ اختار طبعا اللي هو مصر. البلد بتاعتك. تبدأ تدور لحديث ما تلاقي كلمة آآ مصر. تمام? كده هوت. هنفضل آآ ننزل لحديث ما تلاقي جمهورية مصر العربية. هنختار مصر. وبعد كده نبدأ نسجل رقم الهاتف الخاص بنا. تمام? زي ما حراك شايف كده انا سجلت رقم الهاتف. ابدأ ادخل على التالي. تمام? هنلاقي المشكلة ديه اللي هو مطلوب رقم هاتف صحيح. علما بان رقم الهاتف اللي انا باستخدمه رقم سليم. طيب ايه الحل للمشكلة ديه? الحل طبعا ان فيه خطأ آآ في قاعدة بيانات اللي هي الواتساب ويب. فالحل عشان انا سجل دخول على واتساب ويب آآ بدون ما استخدم رقم الهاتف. اضغط على الخيار اللي تحت ده. الربط باستخدام الرمز. تمام? كده? وانتظر الحديث ما يظهر معايا الرمز اللي هيظهر آآ زي ما انت شايفه كده على شاشة الكمبيوتر الخاص بيك. في الوقت ده هوت كل اللي انت هتعمله. هتروح رايح على تطبيق الواتساب الخاص بيك على الهاتف. تمام? كده هتفتحه. وتيجي تاخد التلات شرط اللي موجودين على الشمال من فوق. وتاخد حاجة اسمها الاجهزة المرتبطة. وتاخد حاجة اسمها ربط جهاز. هتقول آآ استخدام بيانات الهاتف المحمول. تضغط على متابعة. تمام? هيفتح ليك الكاميرا بتاع الهاتف بتاحتك. هتبدأ تمسح الرمز. هتلاقي ان هو دخلك على الواتساب وتم عملية الربط ومنتهى النجاح. لحظات بسيطة هتلاقي ان الواتساب تم فتحه على جهاز الكمبيوتر بتاعك بدون اي مشاكل. لحظات بسيطة الحديث ما يتم طيما حدرك شايف كده. تم فتح الواتساب ويب وحلينا مشكلة رقم الهاتف. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت الشيء جديد. ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلت منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة